موسيقى يسعد مصر طيبين صبية شاب عين الخالي خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم أحلى صينية لحمة بالفرن الحلبية بيسموها لحمة بالفرن إلى مسميات عديدة البعض بيسميها سبع دول يعني موجود فيها سبع مكونات البعض بيقلها كواج البعض بيقلها منزلة البعض بيقلها خضار مشكلة ما في مشكلة المهم التحضير الجيد خلينا نقول بسم الله ونبدأ بالمقادير كيلو كوسة مننكتروا للكوسة لأن الكوسة بدوب دوبان كيلو حبتين بنجان كبار حبت بطاطا وحدة بصل أربع حبات بنادورة رح أحط كيلو منقشرة ومنفرمة ياريت تفرموها خشنة لأنه بدنا نحافظ على شكلها الجميل تفاح قصيري ما في جود بالموجود التفاح الأخضر نصف حبة وحبة بطاطا واللحمة حسب زوئك ياريت تكون مدهنة والدهنة ضروري لتاغذي الطعم الأطيب مع بهار حلبي اللي هو سبع مكوينات وزوق شخصي فلفل حمرة وفلفل خضرة إذا بتحبية حدي بتضيفي هذا زوق شخصي بتبلها كلها مع بعضها ورح أحط لها ملح وبهار الملح بشدة القوام بحطها على الغاز لحتى تبذل بعض السوائل وتروح الأرطة منها وبنفس الوقت ما تتأخر بالفرن حطيتها بالفرن تاخد بالفرن تقريبا شي ساعة ساعة وربع المفروض اللدوعة هو دليل النجاح منشعل فحمة أرقيلة على النار ومنحضر ورق أصدير منحط فيه أي نوع زيت معلقة صغيرة ورح نسكبه ونشوف روعة التحضير شايفين شلون محروقة لناخد الطعم الفرن الحجري نعمل هالطريقة بعد ما نسكبه نحط ورق الأصدير اللي حطينا فيه أي نوع دهن سمنة دهنة زيت بحطوه بالوسط وبشيل هالفحمة تبعت الأرقيلة اللي شعلتها بحطها فوق الزيت رح تطالع دخنة رح تعطيني طعم الفرن الحجري أيام زمان كنا نخبزة بالفرن الحجري ما ننسى أيام الجانوريك ممكن تحطي جانوريك أربع حبات وإيام كرز الوشنة شي كمشة بإيدك كمشة على البركة تعطيكي مزة بين الحامض واللفان هاي هي اللحمة بالفرن الحلبية يمكن تكون مميزة بالطعم والتحضير شايفين الخشونة تعطيكي تماسك البنجان وحك تأشري أبداً رح يتساءل البعض خالدة لال ليش حطيتي بطاطا رح تأخذي طعم أطيب وبنفس الوقت إلى مهمة الخضار بتبزل سوائل كتير مهمتها انتصاص هالسوائل الزايدة من الخضار أثناء الطبخ وبنفس الوقت تعطيكي طعم مميز الرجاء من الطيبين فقط كبس زر المربع الأحمر اشتراك رح يصلك اشعارات بكل جديد من وصفات مختصة ترجمة نانسي قنقر